واللعبة اللي اخترت اللي جربها معاكو هي اللعبة الاسطورية المشهورة لعبة جي تي اي خمسة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم يا اصدقاء اصدار جديد من محاكة بلاي ستيشن سري طبعا الاصدار ده عملوا فيه بعض التطورات في شكل البرنامج وكمان بعض الاضافات الجديدة زي طبعا انهم بيحاولوا يتزبطوا كمان شوية في الجرافيك ولكن احنا حاليا كده مع بعض هنجرب كل حاجة اول حاجة هتيجي عند المحاكة وهتعمله تثبيت هتدوس عليه ضغط واحدة بس عادية وعلى كلمة تثبيت او انستول وهتدوس برضو على كلمة انستول او تثبيت طبعا ده بيعتمد على رغض جهازك في شكل الكلمة يعني ولكن بعد ما بيخلص تثبيت بتدوس على كلمة فتح او اوبن وهنا طبعا بيقولك انه هيبعط لك شعرات فانت بتوافق المهم دي كده حاليا واجهة البرنامج طبعا انت اول حاجة هتيجي عند التلات شرطات اللي فوق خالص دول على الشمال وهتيجي طبعا عند اول كلمة واول مفتاح فوق خالص مفتاح الانبوبة ده وهتيجي عند مكانك لملف تشغيل وهتختار ملف تشغيل وزي ما انت شايف طبعا كده بيبدأ يحمل معك ملف تشغيل فانت بتستنى زي ما انت شايفين طبعا كده هو قرى بيخلص وهو طبعا بياخد وقت شوية علشان يتضاف ولكن عاماتا حاليا كده هو اكتمل خلاص اهو زي ما انت شايفين هو خلاص كده خلص الدوران وبكده تم تثبيب ملف تشغيل بنجاح هنيجي بقى نخرج كده مرة علشان طبعا نيجي عند القائمة الرئاسية وهتدوس على علامة الزائد اللي تحت دي وهتدوس على علامة الفيلدر وهتيجي طبعا تختار المكان اللي فيه الالعاب بتاعتك وبعد كده هتدوس على كلمة او استخدام هذا الملف وهتدوس على كلمة وهنا كده بيبدأ معاك انه يضيف الالعاب بتاعتك بالزبط من غير اي مشكلة وطبعا برضه علشان يضيف الالعاب فهو برضه بياخد شوية وقت حلوين كده فانت طبعا بتسيبه زي ما هو عايز تعال بقى كده حاليا نعمل افضل الاعدادات علشان نخلي الالعاب تشتغل بجودة كويسة وبرضه الاعدادات دي لاضع في الاجهزة وفي كل الاحوال اصل المحاكي ده محتاج اجهزة قوية جدا علشان تقدر تشغل اي لعبة فهنيجي اول حاجة عند التلات شرطات اللي فوق وهتدوس على كلمة ولكن طبعا ممكن قبل ما تدوس على الكلمة دي تدوس على كلمة علشان طبعا تشوف مواصفات جهازك عبارة عن ايه لو انت طبعا مش عارف يعني هنيجي با كده نرجع وندوس على كلمة وهتروح عند كلمة وعند كلمة وهنيجي عند اللي هي طبعا الجودة تابعة الالعاب فانت بتدوس عليه وهتجي تختار سبعمائة وعشرين في ربعمائة وثمانين ولكن برضو في حاجة مهمة جدا لازم تبقى عارفها لو في اي لعبة جيت تبدأها بعد الاعدادات دي جابيت لك شاشة سودة فانت محتاج انك تراجع كل الاعدادات افتراضية زي ما كانت والمشكلة بتتحل ببساطة هنيجي برضو كده عند كلمة الفريمات وهنخليها off وهنيجي عند msaa طبعا دي برضو دايما هتلغيها وهنيجي عند كلمة shutter الكلمة دي وهنخليها لاو وهي طبعا مرتفعة وهنيجي ننزل تحت كده وطبعا هنفعل الالوان دول دي طبعا لو عندك الالعاب فيها مشكلة في كراءة الالوان زي مثلا الالوان سعب بكون اخضر مخفية في مشاكل يعني فبتفعل الاتنين دول ومشكلة الالوان بتتحل هنيجي بقى ننزل تحت خالص عند كلمة برضو ولكن مرة دي هي عبارة عن 100% احنا بنيجي نكتب كده بنخليها 50 فقط وبندس على كلمة اوكي وبتيجي بعد كده تنزل تحت كده عند كلمة فالكن وهتيجي تنزل عند كلمة كاستوم درايفر وهتفعل التربو مود دي طبعا عشان تخلي المعالج بتاعك يشغل افضل اداءه علشان طبعا الالعاب تشتغل برضو بكفاعة اعلى هنيجي بحلان كده نخرج ونخرج كمان مرة ونطلع فوق خالص كده وطبعا دايما نتأكد ان اول واحدة دي لو عندك موجودة اللي هي او اللي هي النول ريفو خالص دي فانت لازم تتأكد ان انت تخليها الفالكن دي وعموما بس كده هتيجي بحلان كده تخرج ونخرج كمان مرة لحد طبعا ما ترجع الى القائمة الرئيسية بتاعتك وتشوف الالعاب وطبعا كده حلان زي ما تشايف الالعاب كلها موجودة وما فيهاش اي مشكلة تعال بقى كده نجرب اللعبة سوا واللعبة اللي اخترت اللي جربها معاكو هي اللعبة الاستورية المشهورة لعبة جي تي 5 انا حاليا كده هسرق الفيديو علشان طبعا نتخطى المقدمة ونوصل للجيم بلي نفسه في المحاكدة اي لعبة في البداية بتحتاج ان اي تاخد بعض الوقت علشان تشتغل ولكن بعد كده بتتعود وبتشتغل بشكل اسرق وزي ما انت شايف كده حاليا ده اداء اللعبة جي تي اي 5 على اندرويد سامسونج اس 23 الترا طبعا اللعبة اشغالها باداء ماينفعش خالص التلعب ولكن بس رح حاليا حبيت اعمل معاكو الفيديو ده علشان اوريكو اللعبة شغالة ازاي تعال بقى نجرب لعبة تانية اخف شوية علشان برضو لازم تبقى عارف ان جي تي اي لعبة تقيلة جدا وان مش كل الالعاب هتشتغل بالجودة او الاداء الوحشته ولكن لما جربت لعبة اخف شوية من لعبة جي تي اي 5 فاللعبة كتشغل باداء كويس ولكن برضو كان فيها بعض المشاكل زي الخروج وطبعا دي مشاكل عشان تتحل فانت لازم ترجع كل الاعدادات الافتراضية في المحاكي زي ما كانت وبس كده لو انت لسه مش عامل لايك حاليا اعمل لايك واشتراك وما تنساش ربعا تفعل زر التنبيهات عشان ما نزل اي فيديو جديد يوصلك اشعار اني نزلت فيديو جديد وما تنساش برضو تكتب لي استفسارك في التعليقات ولو مش عندك استفسار اكتب لي برضو تعليق يحفزني في استمرار تنزلي فيديوهات وبس كده يا صديقي اراك في فيديو قادم والى الليكاء جود باي